شرقية المتوسط حيث نددت تركيا بالبيان الصادر عن قادة دول جنوبي أوروبا ووصفته بأنه منحاز وذلك بعد التهديد بفرض عقوبات على أنقرة بسبب خلافها مع اليونان على حقوق الطاقة وترسيم الحدود البحرية في منطقة شرقية المتوسط تتسارع الأحداث شرقية المتوسط ومعركة التصريحات والتصريحات المضادة أصبحت تقليدا يوميا أوروبا يبدو أنها اختارت سياسة اللعب على الحبلين عبر المناورة بورقة الاستعداد للحوار والتلويح بفرض عقوبات على تركيا نعتقد أنه لم تمضي تركيا قدما على طريق الحوار ولم تضع حدا لأنشطتها أحادية الجانب الاتحاد الأوروبي مستعد لوضع قائمة بإجراءات تقييدية إضافية يمكن منقشتها في المجلس الأوروبي وفي حال لم تمتثل أنقرة لهذه الشروط ورفضت الاستماع إلى المنطق فلن يكون أمام القادة الأوروبيين من خيار آخر سوى فرض عقوبات كبيرة عليها باريس التي تلعب كل أوراقها لقطع الطريق أمام طموحات أنقرة جمعت زعماء الدول الأوروبية الجنوبية في جزيرة كورسيكا ورسالة كانت واضحة أوروبا لن تتخلى عن اليونان أمام الإجراءات العدوانية التركية وفق قاموسي ماكرون الخارجية التركية التقطت بسرعة رسائل التهديد الأوروبية وفي بيان شديد لهجة انتقدت ما سمت الانحياز الأوروبي لليونان بعيدا عن أي أساس قانوني جهود الوساطة التي تقوم بها ألمانيا لسئناف الحوار بين تركيا واليونان تصطدم بإملاءات أوروبية تحمل بصمة فرنسية وهو ما أثار حفظة أنقرة التي ترفض وفق تصريحات كبار مسؤوليها سياسة الحوار وفق الشروط المسبقة واشنطن دخلت على خط الأزمة وألقت بثقالها الدبلوماسي بحثا عن حل سلمي يجب حل النزاء بطريقة دبلوماسية وسلمية لذلك سأعمل على هذا الأمر نأمل في أن يتم سحب العتادة العسكري ليكون من الممكن عقد هذه المحادثات مايك بومبيو ومن قبرص سيلعب دور رجل المطاف لنزع فتيل الأزمة المتصاعدة في المنطقة خاصة مع استمرار حالة الاستفاف بين الأطراف المتنازعة وللقاء مزيد من الضوء على هذا الملف ينضم إليه من إسطنبول الباحث السياسي يوسف كاتب أغلو سيد يوسف في البداية هذه العقوبات التي تلوح بها أوروبا في وجه أنقرة الخارجة لتويها من أزمة اقتصادية والتي ترزح تحت آثار وباء كورونا ألا تخشى أنقرة من هذه العقوبات مساء الخير تحياتي لكم أستاذ المشاهدين يا سيدي تركيا دولة ذات سيادة وتركيا اليوم غير تركيا الأمس وعلى الجميع أن يعلم بأن الاتحاد الأوروبي لا يملك أي حقية في فرض عقوبات على تركيا التي تبحث وتحمي سيادتها وبالتالي تركيا الآن تقول لأوروبا مجتمعة لا يمكن الحديث عن أي عقوبات وإذا ما كان هناك تفكير بذلك فهو سيكون معاملة بالمثل تركيا هذا يعني سيد يوسف المعاملة بالمثل إن فرضت أوروبا على أنقرة عقوبات كيف سترد تركيا لا تستبعد إذا قلت لك بأن الحكومة التركية جاهزة لإغلاق الأجواء التركية أمام أوروبا وبالتالي شركات الطيران ستتكبد الكثير من الخسائر عندما تضطر أن تقطع أضعاف المسافة لحرمانها لعدم استطاعتها المرور فوق تركيا إلى شرق تركيا أو شرق المتوسط هذا واحد ثانيا عندما نتكلم عن أن تركيا خامس أكبر شريك تجاري للإتحاد الأوروبي ونتكلم عن استثمارات بالمليارات لشركات ألمانية كالسيمانس في تركيا وبالتالي عندما يكون هناك لكن أيضا الضرر متبادل سيد يوسف أيضا أنت تتحدث عن حجم تبادل تجاري كبير لن يكون تأثيره فقط على الكتلة الأوروبية لكن سينعكس أيضا على تركيا التي تشكل السياحة أحد ربما أعمدت اقتصادها ومعظم أسواح الذين يأتون إلى تركيا يأتون عبر أو من دول الاتحاد الأوروبي هذا بملف واحد يا سيدي تركيا سائمت من هذه التهديدات هذه التهديدات جوفاء الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يغامر وأن يقطع للغسل الذي يقف عليه التأثير الاقتصادي والارتدادات لهكذا عقوبات تأثير على أوروبا أكثر من كثير على تركيا تركيا لديها الكثير من المنافذ تركيا دولة منتجة تركيا دولة لديها طاقاتها وخاماتها وبدائلها لا تعتمد اعتماد أساسي فقط ولا تعيش على الاتحاد الأوروبي هذا واحد ثانيا من ضمن الأسلحة التي سيتم استخدامها هو بأن ملف خطير وهو ملف الهجنة الغير الشرعية تركيا تعتبر التامبون أو المنطقة الأساسية لصد ومكافحة الهجنة الغير الشرعية التي تؤثر بشكل أساسي على الدول مثل ألمانيا وفرنسا سيد يوسف ما تتحدث به هو سيناريو تصعيدي تلوح به الحكومة التركية منذ أيام لكن برؤية واقعية إن صح التعبير لمنطقة شرق المتوسط الجميع يستبعدون سيناريو الحرب ويقولون أن ما يجري الآن هو محاولة لكسب أكبر عدد ممكن من أوراق الضغط من أجل الجلوس لاحقا على طاولة المفاوضات ما هي سيناريوهات الحل الممكنة من وجهة نظر تركيا دعني أصحي المفهومة التي ذكرتها يا سيدي القضية ليست تصعيد من قبل تركيا وإنما تسمى السياسة رادعة التي يصاعد هي أوروبا والاتحاد الأوروبي وتحديدا فرنسا تركيا لا تصاعد بأحد ولكن إذا ما وجهت بالتهديد فلن تعطي خدها لتتدقى الصفعات سترد بالمثل والمعاملة بالمثل وعلى أوروبا وفرنسا أن تتعلم أن تركيا ما هي سيناريوهات الحل سيد يوسف بالنظر إلى كل هذه المعطيات نعم السيناريوهات السيناريوهات هي ما طالبت تركيا من خلال الناتو أن يكون هناك حوار مباشر بين كل من تركيا واليونان لا تدخل أوروبي ولا استفاف أوروبي مع اليونان هذا واحد ثانيا احترام السيادة تركيا لا تتعدى على حدود أحد ولكن لن تسمح لأحد أن يتعدى على حدودها قضية الست مائل واثناش مائل وقضية أن يكون هناك استغلال لجزر هي مشاطئة لتركيا تبعد مرمى حجر وأقصد هنا جزيرة ميس واستغلالها لعمل اتفاقيات بين كل من اليونان ومصر واستخدامها كأمر واقعي والسلب أربعين ألف كيلومتر من المياه التابعة إلى الجلف القاري التركي هذا لا يمكن استكوت عنه وبالتالي الحوار ثم الحوار ثم الحوار ولكن إذا ما تعرضت السيادة التركية سواء في مياهها أو في مواردها فهناك أيضا يد على الزناد كما يد على الطاولة تركيا لا تهاب ولا يمكن تهديدها بهكذا عقوبات أوروبية شكرا جزيلا لك يوسف كاتب أغلو الباحث السياسي كنت معنا من الصف